وفي ذات السياق توقع وزير الصحة فراس الهواري زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة دعين المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من العدوى خاصة في عيد الأطحى المبارك وقال الهواري إن 85% من الإصابات التي أدخلت مؤخرا إلى المستشفيات هي من الذين لم يتلقوا اللقاح وأكد أن حجم موجة كورونا الجديدة يحدده التزام المواطنين مشيرا إلى ضرورة السير نحو التطعيم وتلقي جرعتين اللقاح موضحا أن الجرعة الثانية تحمي من المتحورات وأعلن الهواري دخول الأردن في موجة جديدة من كورونا مؤكدا أن التحكم فيها يعود إلى القدرات الصحية والتزام المواطنين بالتعليمات